أعلنت وزارة الداخلية التركية ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها بعض المدن التركية على خلفية الأحداث في بلدة كوباني إلى 33 قتيلاً و300 جريحة منذ اندلاع التظاهرات واعتقلت شرطة التركية اليوم 50 امرأة حاولنا التظاهر في مطار أتاتورك الدولي ارتفعت حصيلة القتلى والجرحة في تظاهرات التركية المؤيدة للمطالب الكردية منذ بدء المظاهرات إلى 31 قتيلاً و360 جريحاً بحسب بيان الوزارة الداخلية التركية اليوم ودارت مواجهة بين المتظاهرين وقوات الشرطة التركية في عدد من المناطق منها مظاهرة أمام جامعة الشرق الأوسط في مدينة أنقرة كما اعتقلت قوات الأمن 50 امرأة حاولنا التظاهر داخل مطار أتاتورك الدولي بمدينة اسطنبول فضلاً عن 116 كردياً بمدينة ديار بكرين التركية يأتي ذلك فيما قتل إثنان من الضباط الأتراك وأصيب مسؤول رفيع في شرطة بالجراح في هجوم بيقلمي بينغو في شرق تركيا حيث تعرض رجال الشرطة الثلاث للهجوم في وسط المدينة حينما كانوا يتفقدون المتاجر التي دمرت خلال مظاهرات احتجاج نفساح الجنوب الشرق تركيا ونقلت وسائل إعلامية عن وزير الداخلية التركية فكان على أن قوات الأمن القتل قبض على أكثر من ألف شخص خلال التظاهرات كما أشار إلى أن العديد من المباني العامة والمحلات التجارية تضررت جراء أعمال شغب رافقت تلك التظاهرات ودد على أن سلسلة العنف يجب أن تتوقف وأنه يجب على الجميع أن يقوم بدوره لوضع حد لهذا الأمر وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدد بالمظاهرات واعتبرها محاولة لتخريب محادثات السلام الجارية بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني كما وعد باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعاقبة من أسماهم بمثيري الشغب